ترأس سعادة الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السابع عشر للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وتم خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون تماشيا مع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الرامية إلى تعزيز اقتصاداتها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وقرر المجلس الموافقة نهائية على المشروع وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم للمصادقة عليه عملا بالإجراءات الدستورية كما تم اختار المجلس بالسؤال المواجه إلى سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة بشأن المشاريع والأراضي الزراعية ورد سعادته عليه والسؤال المواجه إلى سعادة وزير الأشغال بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المساحات المتوافرة تحت الجسور ورد سعادته عليه هذه الاتفاقية هي عبارة عن إنشاء نظام مدفوعات يربط بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تسوية المدفوعات فيما بينها هذا النظام سوف يعزز من سلامة نظام المدفوعات ويحافظ على الاستقرار المالي وصلاحيات البنوك المركزية للإشراف والرقابة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أوصلت بالموافقة على المرسوم وبحمد الله تم التصويت عليه بالموافقة من قبل المجلس المشروع يأتي للدعم التعملات الجارية التي فاقت 4 مليون دولار السنة الأخيرة وتعزيز مكانة دول خليج في ضرر التحديات الاقتصادية والعالمية والسياسية وتقوية عملتهم المحلية والذي يهدف إلى إنشاء العملة الموحدة في المستقبل القريب اشتركوا في القناة